ينضم إلينا الكاتب الصحفي الدكتور فؤاد عبد الرازق أهلاً ومرحباً بك معنا دكتور فؤاد نريد أن نفهم طبيعة هذه التصريحات كيف تنعكس وإذا ما كانت موجهة في مسار معين وهذا الذي أريد منها ليست بشكل عام وإنما لملف معين ربما رسالة لأطراف معين نريد أن نفهم طبيعة هذه التصريحات مرحباً أستاذ رشا في الواقع هذا بالفعل هو مسؤول أصبح سابقاً الآن وكان مدير مكتب التقييم والتحدي وهو تابع لوزارة الدفاع ورأيه موثوق بأنه يقدم هذه التقارير ويقدم النصيحة في مجال الدفاع وقد خرج عن هذا المنصب منذ خرابة شهرين المهم في هذا التقرير أنه بالغ التشاؤم ويدق نقوس الخطر بالنسبة للقوات المسلحة البريطانية كما قال لا تستطيع أن تخوض غمار أي معركة عسكرية أو أي حرب أو حتى الدفاع عن حمى الوطن في ظل الظروف المتغيرة الحالية يعني هو أيضاً شكك في قريباً كل شيء من حتى القوات البحرية غير قادرة القوات الجوية غير قادرة على صد سوريخ طويلة المدى غير قادرة على الوقوف مثلاً في وجه دولة مثل روسيا وروسيا بالطبع من الدول التي تهدد بريطانيا بشكل صريح وواضح من هنا فكلامه يجب أن يأخذ مأخذ الجد في هذه التقييمات التي ذكرها هناك ذكرت موضوع التنافس الحزبي هناك مطالبة بالفعل من الحزبين الكبيرين حزب المحافظين وحزب العمال المرشح للفوز بكشف كبير في الاتخابات القادمة ومن هنا قد التزم الحزبان بأن يكون نسبة 2.5% من إجمالي الناسج القومي تصرف على موضوع الدفاع ولكن قالوا أنه بحلول 2030 وبالطبع مثل هذه النقائس التي ذكرها روب جونسون ربما لا تستطيع الانتظار حتى هذا الموعد ولكنه هو وعد انتخابي من جانب الطرفين ومدى تطبيقه يعتمد كما قال زعيم حزب العمال المعارض على موارد الدولة والوضع في ذلك الوقت وطبعا هو تصريح كان قبل الانتخابات في الواقع ولكنه زاد أثرا وزاد قيمة في هذه المرحلة فإذا الوضع يجب هناك من حلول وقال إن قوات مسلحة وعلى فكرة ليس هو فقط الذي قال ذلك هناك مسؤولون في وزارة الدفاع سابقون وحاليون قد أشاروا إلى ضرورة تحديث القوات المسلحة بشكل كبير لأن هناك عدد كبير من الصراعات في المنطقة هناك موضوع أوكرانيا هناك الشرط الأوسط هناك كوريا الشمالية وأيضا نطاف إلى ذلك الأخيرا موضوع البحر الأحمر والحوسيين لأن القوات المسلحة أريد أن أتوقف معك دكتور فؤاد عند هذه النقطة كان هناك العديد من الأسئلة ولكن ربما لن يسعفنا الوقت موضوع البحر الأحمر والوجود البريطاني هناك هل هذا الكلام يدل أن الوجود البريطاني اليوم الذي قيل بأنه لمواجهة الحوثي وهجمات الحوثي لن يكون له أي أثر إذا ما كانت كل هذه المعلومات صحيحة ليس لدينا القدرة على الحماية ولا على الدفاع ولا على الهجوم ربما فقط أن تكون نوع من أنه نحن هنا موجودون وهذا موقفنا مقارب أو موحد مع الموقف الأمريكي وهذه هي فقط الوجود البريطاني هكذا يعمل دعم معنوي في الحقيقة بالفعل هذا الكلام سينزل بردا وسلاما على الحوثيين وعلى روسيا وعلى كل القوى المعادية لبريطانيا وأيضا هذا يثير أيضا موضوع أوكرانيا هل كان هناك إسراف من جانب بريطانيا في الإنفاق سواء بالسلاح أو المال على أوكرانيا هذا تساؤل مشروع ومطروح ولكن هناك اتفاقا بين الحزبين على ضرورة دعم أوكرانيا وكذلك دعم إسرائيل فمن هنا الموقف من الحوثيين هو فقط كما قلت حضرتك هو مساندة ومضاهرة للموقف الأمريكي وهم على الأقل يشنون هذه الهجمات داخل الأراضي اليمنية وهذا ما لا يتوفر في الناحية البحرية فبالتالي هذه هي حدود لكن لا نستطيع أن نتشام أكثر من ذلك ونقولها غير قادرة بالفعل على حماج لأن هناك مهام أخرى كما ذكر التقرير يمكن للقوات المسلحة المشاركة فيها مثل عمليات الإغاثة وعمليات إجلاء المدنيين ومكافحة الجريمة وهذا تشارك فيه القوات المسلحة بالتالي هناك نظر آليا ضرورة تحديث القوات المسلحة المشاركة على كل هذه المعلومات من لندن كان معنا الكاتب الصحفي الدكتور فؤاد عبد الرازق شكرا جزيلا